القضاء الاندونيسي يصلت عقبة الاعدام على مرأة بريطانية بتهمة المتاجرة بالمخدرات المرأة التي تدعى لينتسي سانديفورد تبلغ من العمر 56 عاما ألقي القبض عليها في أيار مايو من العام الماضي في إحدى مطارات العاصمة الاندونيسية قادمة إليها من تايلندا حيث كانت تحمل في حقيباتها حوالي 5 كيلوغرامات من الكوكايين السلطات الاندونيسية أكدت أن المرأة كانت تحترف المتاجرة بالمخدرات كما كانت تعمل على رأس عصابة مكونة من ثلاثة بريطانيين آخرين دفاع لينتسي سانديفورد أكد أنه فجئ بالعقوبة وصرح بأنه سيقدم طالب استئناف في القضية